اشتركوا في القناة ورئيس الكبير ويل كاسترو ثلاثاء على تبدل السجناء وفتح سفارتين في عاصمتي البلدين وتخفيف بعض القيود على التجارة وأعلن الاتفاق في كلمتين متزامنتين بثتا عبر شاشات تلفزيون وأقل أوباما إنه قرر إنهاء ما وصفه بسياسة جامدة وعطيقة لعزل كوبا لم تفلح في إحداث تغيير وأثرت دعوة أوباما إلى إنهاء الحظر الاقتصادي على كوبا انتقادات الجمهوريين الذين يعارضون إقامة علاقة طبيعية مع الجزيرة التي يديرها الشيوعيون ويتضمن الاتفاق تخفيف القيود على السفر وانفتاحا على التجارة مما يتيح استخدام بطاقات الاقتمان الأمريكية وبطاقات الصحب الألي مما يزيد كمية الأموال التي يمكن إرسالها إلى كوبيين والسماح بتصدير أجهزة وخدمات الاتصالات ولن ينهي إعلان أوباما الحظر التجاري الأمريكي على كوبا المفروض منذ أكثر من خمسين عاما والمدرج في القانون حيث يحتاج إلى موافقة الكونغريس وبموجب الاتفاق أفرجت هافانا عن عامل المساعدات الأمريكية الألان جروس خمسة وستون عاما الذي سجن في كوبا لخمس سنوات وسيتم الإفراج عن عامل مخابرات تجسسة لصالح الولايات المتحدة وسجن لنحو عشرين عاما على أن تفرج واشنطن في المقابل عن ثلاثة عملاء للمخابرات الكوبية احتجزوا في الولايات المتحدة جيهان لطفي روجرس